إلى تهران حيث قال ديبلوماسي إيراني أن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النوموي المبرمي عام 2015 يمكن أن يكون مقبولاً إذا قدم تطميناً بشأن مطالب تهران الرئيسية وأضاف ديبلوماسي الإيراني الذي لم تحدد هويته أن تهران تراجع الاقتراح هذا وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قال في وقت سابق أنه لا يمكن إجراء مزيد من التغييرات على النص الذي ظل قيد التفاوض طيلة أكثر من 15 شهراً وأوضح أنه يتوقع قراراً نهائياً من الطرفين في غدون أسابيع قليلة جداً